أنا وحده عمري 21 سنة جامعي إياه وأم لطفلين تزوجت وأنا عمري 16 سنة كنت أولى ثانوي وزوجي كان إمام مسجد وكان حافظ للقرآن ما شاء الله تبارك الله والكل يمدح بأخلاقه لكن لما سألوا أهلي عنه كان مدحهم شي غريب من الطفل للشاي بيمدحونه مدح مصاحي لأنه يدرس حلقات تحفيظ قرآن فيمدحونه مرة وكان أكبر مني ب11 سنة المهم ما طولنا بالملكة أبدا بعد ما خطبني جلسنا شهر وملكنا وبعدها بأسبوعين صار الزواج كنت أسمع أن أول أيام الزواج دلع وحركات وبعدها يجي الكرف وفعلا كانت أول الأيام دلع والله بدون مبالغة أنه كان يسوي الفطور والغدى والعشاء مرة الشهر الأول وهم دلعني وجاء الشهر الثاني يقولت أكيد بيتغير نفس الشي يساعدني بكل كبيرة وصغيرة كان مرة بشوش ما عمري شفته عابس أو مضايق كان أول ما يضايق على طول يفرش سجادته يجيس يصلي يجلس عليها نص ساعة لساعة وبعدها يجي وجهه منور وابتسامته على وجهه بالشهر الثاني من زواجنا أنا حملت وأول ما عرف بحملي لا ليل وليل ولا نهار ونهار فتح غرفته ببيت أهله وجلسني عندها وأمه كانت مثله مرة طيبة كلهم طيبين والله بدون أي مبالغات ما كانوا يخلوني أتحرك حسيت بثقلي عليهم كلمت أمي كانت تقولي تعالي يا بنت عندي عيب أنا اللي أخدمك وكل ما أكلم يقولي لا أخافي صير شيء أكون أنا برا البيت على الأقل هنا وتلاقين أمي جنبك ورفض قال والله ما تروحين عند أهلك أنا ما أنا عجزان عنك ورجعنا لبيتنا ويرجع ينظف ويرتب وإذا ما جاب أكل من برا يدخل هو المطبخ ويطبخ يقول أنه تعلم الطبخ من طلعات البر المهم لما وصلت شهر الأخير كنا في بيت أمه وما أمداهم يحطون العشاء إلا وبطني عورني وقتها عرفت إنها ولادة طرنا المستشفى مع أخو الكبير أتصل عليه أخوه وصلنا المستشفى هو طلع واصل قبلنا كان ينتظرنا وطول الوقت يروحه يجي ولدت الفجر وطول هذا الوقت أبدا ما أرتاح هو رايح جاي وشاي يلهم الدنيا كلها ترجمة نانسي قنقر